موسيقى 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 الفني بصراحة فرحونا. فرحونا جدا جدا جدا. يعني بصوا. اللي يكسب كوديفور واللي يكسب المغرب يستحق اللقاء. ليه? لأنه دول أقوى في رقائتين من وجهة نظر يعني. من وجهة نظر في البطولة أقوى في رقائتين. إنك تكسبهم. تكسب كوديفور بتاعهم ده باللعيبة الجامدة دي بالقوة البدنية والسرعات الرهيبة دي بالمحترفين دول. وتتأهل للربع النهائي. وتروح كسب كمان المغرب عن جدارة واستحقاق. أنت ما كسبتش مبارح المغرب بس. أنت كسبت المغرب والحكم والظروف. ربنا نصرنا مبارح على الحكم. بصراحة. لأنه واضح إن كان فيه توجه. واضح جدا جدا. ممكن بقى عشان فيه مسؤولين مغاربة في الاتحاد الأفريكي. أنا مش عايزة روح الحتة دي. رغم اللي حانين برضو مفروض عندي المسؤولين يعني في الاتحاد الأفريكي. يعني بس أنا ما عرفش. مش عارف إيه الفرق يعني. لكن في نفس الوقت دول ما ينفعش يتقل عليهم غير رجالة. لهم يتخطوا كل الظروف دي وكل العقبات دي ويفرحونا ويوصلوا الدور نصف النهائي. بعدما كانت البداية غير مبشرة بالمرة. غير مبشرة بالمرة لمنتخبنا. لأ. بصراحة هم سكتونا كلنا. سكتوا. افرحوا. ما تسكتوش. انتوا افرحوا بس. سبونا احنا بنلعب. احنا بندافع اسم بلدنا. احنا عندنا طموح ان احنا نسطر اسمنا في تاريخ مصر. حاجة تفرح. احنا عندنا الواحد لما كان بينتقد او اي حد لما كان بينتقد المنتخب كان صعبان عليه المجموعة الكويسة من اللعيبة دي. صعبان عليه ان احنا عندنا جيل مميز. يقدر ان هم يجيبوا اي بطولة يخشوها. بطولة أمم الأفريقية. يقدروا يتشرفونا في كاس العالم بإذن الله يصعدونا ويتشرفونا هنا. يقدروا يعملوا حاجات كتير. ده على رأسهم احسن لعيف في العالم محمد صلاح. احسن لعيف في العالم. وامبارح هو مش محتاج ان امبارح يثبت كده. لكن امبارح بانت كمته. بانت امكانياته يعني الفرقة عن اي حد في الحقيقة. صلاح طور من نفسه وصل لمرحلة محدش ينفع ان هو يقرنه باي حد. او محدش ينفع ان هو يقول عليه نص كلمة. ولا ربع كلمة. الناس كابتون طاقب. ام بيعملش مجود مع المنتخب. اص خاف على رجله. امبارح شوف صلاح بيعمل يا رجل. ده صلاح رايح جاي في الملعب. نجم المباراة جايب لك جون. وعمل اسيست. وبيسعدك نص نهائي. وشال المنتخب على كتفه وبيختار الليعابه ضربات الجزاء مع كيروش. عشان هو محمد صلاح. زيه زي رونالدو. زي ميسي. في مطش كوتيفور. مبارح الكلام مع اللعابة بعد ما تشدنا شوية. والحكم شدنا بشكل كبير. وبعد ضربة الجزاء المبكرة. عمالي يقول لهم يا جماعة نركز. نشغل عقلنا. نشغل مخنا. هنقدر. هنعدي. هو ده القائد. هو فعلا يستحق الشارق. يستحق الشارق. الناس كابتون. صلاح لازم يبقى قائد عن كده. اعمله زي صلاح. حاولوا. يا ريتكو كنت عملته زي صلاح. اعظم لعيب في تاريخ مصر بدون اي نقاش. بدون اي نقاش. اعظم لعيب في تاريخ مصر. محمد صلاح. ولو اعتزل بكرة. هو خلاص اصبح اعظم لعيب في منتخاب مصر. في تاريخ مصر كلها. في تاريخ القرى المصرية. مش محتاجة. فربنا يحميها رب. وان شاء الله بإذن الله هو وزميله. الرجالة اللي موجودين دول. يجبوننا كاس المعافر. أنا بقى بصراحة مبهور بفتوح. ربنا يحميك يا بني. مبهور بي. مش بس من مبارح. وهحكي لكم موقف كده بالمناسبة. يعني مش هيئة يا اسكر. من كذا سنة. من أول ما فتوح ده طلع. فلا عندي صحاب زمال كويه يعني. صحابي زمال كويه. فقول لهم يا جماعة فتوح ده لعيب كويس جدا. والله العظيم ده. ما شاء الله ده حيبقى حاجة جامدة جدا. يعمل لعيب كويس. يعمل لخضوه. طيب ما يشي هتقول. هتقول لنا لأهل. لا لا لا. إيه اللعيب ده؟ إيه اللعيب ده؟ إيه الراجل ده؟ ودي إيه؟ إيه الراجل ده؟ هجوميا ممتاز. دفاعيا ممتاز. اللي وقف أشرف حكيمي. أشرف حكيمي ده لعيب. تقيل قوي من أحسن لعيب في العالم. مش رفريكة. اللي يوقفه يبقى ممتاز. بدنيا ممتاز. تحسه ورفيع شوية. بس ما شاء الله عليه. بدنيا قوي. ربنا يا حمي يا رب من الإصابات. أخيرا بقى عندنا باكليفت في مصر. كمصري. كواحد أثبت وجوده في المكان ده. كنا بنعاني في المركز ده. بقالنا كتير. أشيب بمين ولا بمين. إنني من أحسن مطشاطه في تاريخ الكرة بالنسبة له. كان ممتازم برح رايح جاية حتى في الإكسرا تايم. رغم إن إحنا بدنيا لعبين. وعين يعني بدنيا شوية بسبب. موقعنا شوية مطش. بس مجهدين بدنيا بسبب مباراة كودي فور والمية وعشرين ديئة. وضربات الجزاء بدنيا وزهنيا ونفسيا وكل حاجة. لكن إنني في الإكسرا تايم الأول والتاني الراجل في الملعب كله رايح جاي. في الملعب كله ما شاء الله. لعب تقيل قوي. برضو من الناس اللي كانوا بينتقضوهم بشكل كبير أو مش عارف لي. آه في بعض الفترات ممكن لعيب يبقى وحش. ممكن يبقى مش موفق. لكن هو لعب كبير ده بيلعب في أرسنان تمام تريزيجيه الناس كتير انتقضته. وإزاي تاخد تريزيجيه وإزاي مش عارف إيه وتريزيجيه لسه مش جاهز. وبالمناسبة البعض كان عنده حق في الحتة دي. لكن ما عندهمش حق إن تريزيجيه بقى بره منتخب. لا هو موجود بس يبقى أساسي مع بداية البطولة ودي كانت غلطة في مورات نجاريا بصراحة. لكن واحدة واحدة ابتدى يستعيد فرميته البدنية أولاً. ثم فرميته الفنية. فشفنا تريزيجيه بره لما نزل فرق معنا إزاي. شفنا الراجل بيكمل إزاي. شفنا الروح بتاعته مرموش كمان جمد قوي. قوي. مش عايز أنسى حد عمر السلية. زي ما قلت قبل كده وحفظه لأقوله مصمم. أهم العيب في منتخب مصر فيه فرق ما بين أفضل لعيب. اللي هو محمد صلاح. وأهم العيب. أهم العيب في منتخب مصر. بحكم مركزه. بحكم إمكانياته. بحكم رزنته. وهدوء. حمدي فتحي تأثرنا بغيابه شوية مبارع. فبالتالي الحاجة. ومش أنا بس ناس كتير جداً. مستغربينها من كيروش. هو أنه حطت أيمن أشرف مكان حمدي فتحي. أو حطه كتمانية. بحيث أنه يغطي مع فتوح على أشرف حكيم. رغم أنه واضح جداً فرسوعات. وده اللي تسبب بشكل واضح قوي. في ضربة الجزاء اللي علينا. كان ممكن يبقى زيزو موجود. كان ممكن يبقى زيزو موجود. لكن مش هكلم في الحاجات دي. نحن فرحانين. نحن مبسوطين. مش هكلم في الحاجات دي. بس هي أخطاء صغيرة. لازل نخل بالنا منها فيما بعد. لأن خلاص اللي جاي. أنت مصر عندها تغطى المطشات مهمين قوي. نص نهائي. ونهائي بإذن الله واحد أحنا نوصله. ومن أهم المطشات. مش من أهم. هو أهم مطش يعني. مطشين السنغال. يبقى أربع مطشات. بتوع تصفيات كاس العالم. مرحلة مهمة قوي. فالمهم أنا بأحمد ربنا. بأحمد ربنا. إن الشوط الأول خلص. قبل ما محمود علاء ينزل. بسبب الإصابة تعرض لها أحمد حجازي. مش عشان محمود علاء قليل. لا لعيب كويس. بس عشان كان التصرف الأصح. هو اللي تعمل. هو اللي حصل فيه تشاور ما بين الجهاز الفني. بين الشوتين. فإدى فرصة لكيروش فكر. رح مرجع أي من مكان حجازي. ونزلت رزيجية. فضبطنا الدنيا. وهاجبنا ونزلنا ضغطنا جمد. ولعبنا لعبنا. ومن زمان قوي. ما شفناش مصر فرض أسلوب لعبها. حتى على منتخبات كبير. سواء كودفور أو المغرب. وبإذن لوحد أحد الكاميرا. والكاميرا ده ليه كلام كتير جدا. هنتكلم فيه ممارات الكاميرا دي. ليه كلام كتير جدا هنتكلم فيه. لكن. أي من أشرف حتى لما رجع مبارح. في مكانه. اللي هو تعود عليه و بقاله 3 سنين و 4 سنين بيلعب فيه كما الساك. قد أداء مميز. عدد كبير جدا أبو جبل. ده أبو جبل ده شال كورة. أنا كلنا قلنا بقول. الرجل بريأكشن عالي جدا جدا. رد فعل ممتاز. شال الكورة بإيده عدد ما قدر خبطت في العرضة وطلعت. اتردت. جاله للأسف بعدينها شد. إن شاء الله بإذن الله لحق مبارحة الكاميرا. حيبقى تواجده مهم ولا مش تقليلا أبدا من صبح ولا تقليلا من جاد ولا أي حد. الشناوي الأسف بعيد. لهو وحش أفريك. فبالتالي. كل حاجات عملت مبارحة صح. مع عدد البداية بس بقال من أشرف في مكان مش في مكان. بس. من وجهة نظرنا يعني. يعني ممكن يكون هو الرجل لي وجهة نظر فيه. الحتة بقى لا عايز أتكلم فيها حتة كروش. يا جماعة منتوا كنتوا بتقطعه في كروش وكنتوا بتتكلموا عنه. آه طبعا. كروش ما كانش عنده حق في البداية. كان لازم يبقى فيه انتقادات لازع عليه. هو وجهاز الفني. دلوقتي آه طبعا منشيت بيهم ومنسقف لهم وفرحلين بيهم. والله حتى لو خرجوا من دور نصف النهاية أمام الكاميرا. ليه؟ الفرق في إيه؟ الفرق إن فيه روح ورجولة في الأداء. إحنا كمصريين مش عايزين غير كده. النتيجة بقى تيجي ما تجيش دي حاجة بتاعت ربنا. بس إنت حسسني أنت بتموت نفسك في الملع. حسسني أنت على كل كرة قتيل. حسسني أنت عندك روح جامدة جد. وده اللي شفناه في المطرشين اللي فاته. تمام؟ كيروش في الأول لو تفتكروا في مبارات نيجيريا. لعب كل واحد مش في مكانه. فالدنيا كانت بايزاك نشكلها روحش جدا. فطبعا كان الناس غضبانة. كلنا غضبانين. واحدة واحدة ابتدى يفهم أنه لازم يعرف أنه دي مصر. وأنه ده منتخب مصر. ولازم كل واحد يلعب في مكانه عشان تلاقي النتيج الكويس. الميزة كمان في مبارات مبارح. أنا حاسس أنه إحنا بتدينا ناخد على طريقة 4-3-3. ما كانتش ماشي معنا. بس تبتدينا ها نتعود على الطريقة دي. لما وظفت اللعبة صح. في كل الأحوال عندنا مباراة قادمة. هي مباراة الكاميرا. إن شاء الله نكون موفقين. يا رب بس الاتحاد الأفريكي. ولجنة الحكام. يختاروا حكم. يتناسب مع هذه المباراة. وما يكونش حكم بيوجه زي حكم مبارح. الحكم السنغالي يعني كان مفضوح جدا مبارح. مفضوح. بصراحة يعني. وإحنا كأهلوية متعودين على الكلام ده. بنشوفه كتير جدا في مطشط الأهل في أفريكي يعني. للأسف. ومع ذلك الأهل ربنا بيوفقوا بيكسب البطولة. لكن إن شاء الله بإذن ربنا حينصرنا على وفقنا حتى لو الحكم وحش. زي ما شوفنا مبارح كده. رجالتنا قدروا إنه هم ينتصروا على كل الصعاب. كل الصعاب. حكم منتخب قوي زي منتخب المكريبي. وفي الآخر قدرنا إن احنا نوصل نص النهائي. فمباراة الكاميرا حيكون لها حسابات خاصة. لسه نتكلم عليها بالتفاصيل. نفرح ونبسط. وحادي يوم الخميس كده نوعد على العصاب نتين إن شاء الله ربنا يكرمنا. نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل. طبعا من ضمن الناس اللي يعني انبارح. مش انبارح بس. هو في البطولة كلها. أثبت إنه هو العيب دولي. بقاله عشرين سنة رغم إنه هو لسه صغير. هو محمد عبد المنع. العائد للنادي الأهلي. والأسف العودة دي يعني. مدائقة لبعض. هتكلم عن الجزئية دي لاحقا في جزء من الحلقة النهار دا. لكن إيه اللعيب التقيل ده. ربنا يحميك يا ابني ويبارك لك. محمد عبد المنع. تحس إنه هو مدافع. على غرار كده إيه. كابتن واق الجمعة. من المدافعين التقال قوي. الرسين. الهادي. اللي هو في حتة والناس كلها في حتة. هو بيفكر بيلعب بدماغه. بتوقعه. بقوته ما شاء الله. حتى لو هو قصير سنة. بس بيعود ده بالتوقيت الصح اللي بيختاره. في الانقضاط على أي كورة. في المشاركة في أي كورة. الرجل سام في جون الأول. بكورة رأسية صدها بونه. ورجعت لصلاح حطها جون. زي ما جاب جون في مباراة غنية بساو. أو بتعديد مباراة السودان. تمام. فلا. لا 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 لا. لعبتي قوي 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 قوي. قوي. إن شاء الله تكمل على خير بإذن الله بالبطولة. بإذن الله. نفسنا نفرح قوي 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 بقى باللقب. وحتبقى حاجة يعني كبيرة قوي. وتدينا دافع كبير قبل ما تشن السنغال بإذن الله. مباراة الكاميرون بقى. لازم يكون لها استعداد خاص. أولا. أولا. مهمة قوي أن الجهاز الفني. ومحمد صلاح. الأسطوري العالمي. يبقى كلامه ما اللعبة في إيه؟ حتى لو الحكم ضدنا يا جماعة. خلينا هدين. ما نتشدش. ما نتضغطش. بهدوء ونفرد. ها؟ أسلوب لعبنا في الملعب. طريقتنا احنا. أسلوبنا احنا هو اللي نلعب بيه. نقدر نعدي الكاميرا. الكاميرا اللي هي. أقوى من كودفور. ولا أقوى من مغرب. ولا أقوى حتى من نجاجة اللي أنت خسرت منها في أول البطولة. هي دلوقتي بتتسلح بإيه؟ بتتسلح بالملعب. ها؟ وبتتسلح بالجمهور. وقد تتسلح بالحكام. لكن بعزمتك وإرادتك وروحك. والأنافس الأداء الرجول اللي لقيمت بيه. بآخر ما تشين دول. بإذن الله هتعدي. فنيا انت أعلى. مهريا انت أعلى. ما فيهش نقاطش. فربنا يكرمنا يا رب. مساندة الجمهور جميلة جدا. الناس اللي سفرت حاجة أكثر من رائعة. حاجة تفرح. وهي هو ده شعب مصر. هما دول المصريين بيحبوا منتخب بلدهم. كل التوفيق لمنتخبنا يا رب. والله عندنا كلام كتير جدا. عايزين نقوله. لكن تعالوا نشوف الأخبار بتتعلق بمنتخب مصر. من خلال السوشيال ميديا. وده فيديو لعصام الحضري. أو الكابتن عصام الحضري. طبعا هو تاريخ كبير. واسطورة في حراسة المرمى. بيحتفل فيه مع محمد صلاح. أو بعض الانتقادات وجهناها لي. وكان عندنا حق بسواب تصرحاته. كرة القدم المصرية. تعالوا نشوف الفيديو ده ليه مع صلاح ونركح. يلا. مجود كبير بيقوم به طبعا. كابتن عصام الحضري مع الحراس. شفنا الظروف خلت إن ثلاثة يلعبوا. ثلاث حراس يشاركوا في البطولة. الشرنة وابو جبل مبارح صبحي. فكيد هو عمل مجود كبير. رغم إن البعض بيقول إن فيه أحمال بدنية زائدة. مش هتترك. الحتة دي ما فهمش فيه هاوي. لكن في كل الأحوال اسم كبير. وأكيد عمل مجود كبير جدا مع منتخبنا الوطني. تعال نروح لحساب يلا كور. والكلام على إن أبو جبل ينضم لتدريبات الجمعية السلوسية. استعدادا للكاميرون. أخبار مبشرة جاية من هناك من المعسكر. إنه ممكن يلحق لأنه عنده إجاهات بس في العضلة الضمة. ممكن يلحق. بس أتمنى لو أبو جبل مش جاهز بنسبة 100% مايلعبش. عشان ما نخسرش تغيير. عندنا صبحي حارس لا يقل أبداً أبداً عن أبو جبل. حارس تقيل وتعرض لضغوط كبيرة جداً في كاس الأمر الأفريقية. اللي كانت للشباب هنا في نصر. أعتقد أنه هو الأساسي. وحارس عنده إمكانيات ممتازة. فندي له السقة لو أبو جبل مش جاهز بنسبة 100%. لازم 100% يكون جاهز. عشان ما نتعرضش لمواقف تكون صعبة علينا في المباراة. لكن خبر مباشر. نتمنى يا رب أبو جبل يكون موجود. أحمد حجازي نفس الحكاية. الأمور إيه؟ دعم طبقاً لحساب كورو بلاس على تويتر. واللي بيكشف موقف حجازي من اللحظة بمباراة الكاميرون. ويقولون أنه في صعوبة شوية. أنه يلحق مباراة النهائية. لكن ممكن لو وصلنا بإذن الله واحد أحد المباراة النهائية يكون جاهز أحمد حجازي. لأنه أيضاً عنده شد في العضلة الضمة. العضلة الضمة دي صعبة شوية. اليوم السابع بيقولك الوينش وحمدي فتحي اقتربان من التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام الكامير. الوينش جاهز. وحمدي فتحي بإذن الله يكون جاهز. عودة الاثنين دول حتكون مهمة. وعودة الوينش كمان حتكون مهمة عشان غياب حجازي. فهيبقى مع منعم. حمدي فتحي كواحد في نفس المعب افتقدناه جداً جداً في المورات المباراة. لكن طبعاً عودته مهمة جداً بإذن الله واحد أحد يكون جاهز. هاخد خبر كمان وتحقيق عجل من كاف بعد مشاجرة لعبي مصر والمغرب. وزي ما بيقال يعني إن كان فيه مثلاً بخلاف المشاجرة اللي كانت في الملعب. لكن بيقال إن كان فيه مشاجرة في مقر الإقامة. فأمور ممكن تكون بسيطة حماس زائد أو حاجة. لكن خاصة مبراية انتهت. هيفضل الشعب المصري والشعب المغربي أشقاء واللعيبة دي. شفنا صلاح النجم الكبير إزاي بيحيي أشرف حكيمي. هو تريزي جيه بعد المباراة. وشفنا صلاح النهاردة على الستوري حتى نزل على الستوري بتاعه على انستجرام. صورة هو أشرف حكيمي. هو بيوسي بعد الخسارة. فالعلاقات كويسة جداً بين اللعبين والشعبين. وده أمر مؤكد. طيب خلينا نروح لفاصل. وبعد الفاصل هنقف الملف المنتخب. ونروح بقى للنادي الأهلي عشان نتكلم على المهمة الصعبة جداً بتاعته الخاصة بالكاس العالم الأندية. كل التفاصيل والكواليس والإصابات هنتكلم فيها بعد الفاصل. تحدي مهم طبعاً كاس العالم للأندية كأهلوية أكيد عندنا طموح كبير جداً جداً في البطولة دي. لكن في نفس الوقت عندنا ظروف كتير جداً جداً ممكن تعطلنا بطريقة أو بأخرى يعني. لكن في كل الأحوال احنا عقدين الأمل وكل الأمل بعد ثقاتنا في المولى عز وجل وأيضاً في لعبتنا. إن هم إن شاء الله بإذن الله تعالى يشرفوا الأهلي يشرفوا القرار المصرية وقرار أفريقية أياً كانت الظروف. وهو ده اللي بيمايز جمهور النادي الأهلي عن أي جمهور تاني. إن حتى لو وقع منك عدد كبير من لعبة مؤسرة في التشكيل الأسيا في الحداشر. بس برضو تقدر أن أنت تعمل حاجة. ولو ما قدرتش إحنا برضو مش عايزين غير نشوف روحك في الملعب وقتالك في الملعب وأدائك الرجولي. وأياً كانت النتيجة بقى دي بتاعت ربنا. فكل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة كاس العلم للأندي. وعندي أخبار كتير جداً تتعلق بالفريق. وهو في هذه اللحظات أنا أتحدث معكم هما في طيارة دلوقتي ويصلوا بإذن الله سالمين لأجوزابي في تمام ساعة سامنة مساءاً بتوقيت القرار. لكن هناك شيء فقط معلش حاجة أحباب أتكلم فيها. وحاجة مجنناني. إن بارح الأهلي كان بيلعب ماتش مع البنك الأهلي في آخر مباراة الأهلي في كاس الرابط. وكامل احترام التقدير للناس كلها. كلها طبعاً قامات كبيرة ومحللين كبار وكده. لكن كان فيه ترصد ترصد بشكل مبالغ فيه لمسيماني. يا جماعة همسيماني ده من بلد عدو لنا مثلاً. ونحن لا نعرفش. الراجل بيكسب بيخسر بيتعادل بيتقطع. هي مفيش نقاش. بالمناسبة ممكن بعض النقاط يكون عندهم حق فيها. لكن الإسلوب التقطيع في المسيماني. أنا خلافي على الإسلوب. لما فيهش حد فوق النقط. أنا خلافي على الإسلوب اللي بتنقب بيه. لما توصل الأمور لأن يتقال إن فيه تخبط في الأهلي. عشان مجرد إن محمد عبد المنعم راح إعارة لفيوتشر. وعشان مجرد إن اللاعب ضغط عشان يروح. لأن المسيماني كان متمسك بيه. كل دي كاليسة معرفش. أم عارفينها. ولا أم ممكن يكونوا عارفينها. والله أعلم مش هدخل في النواة يعني. لكن الراجل ضغط. عايز يطلع عشان وحس إن فرصته قليلة. تمام؟ ولولا إن هو طلع مكانش محمد عبد المنعم دلوقتي اللي بنشوف منتخب مصر. مكانش هو بالمستوى ده. مكانش حيباه هو محمد عبد المنعم ده. فهل خروج محمد عبد المنعم من الأهلي إعارة. إعارة مش بيها كمان. يساوي تخبط. هل يا جماعة ده منطقة؟ طيب موسماني الراجل تقطيع فيه على طول على طوعة. طيب الراجل عمل إيه؟ قال لك أصل هو كان مفروض يكمل باللعابة الأساسية عشان يجلزه كاس عام. طيب هو لعب اللعابة الأساسية يا جماعة. وتصاب واحد من أهم اللعابة بيرسي تاو بمزق وبرا كاس العالم. قال لك طيب يدنج ما بين ده وده. طيب هو رامي ربيع لعب مبارح. مش ده من اللعابة الكبر. وليد سليمان. وليد سليمان ناشئ. لعب وجاب جوه حلو بصراحة. ورامي اللي عمله الأساسية. محمود وحيد هو محمود وحيد الناشئ. لعب برضو. لكن في نفس الوقت لازم تكون حريص. أن أنت تحاول بقدر ما استطاع تروح بالقايمة كاملة. أصل أجهزات طويلة و 12 يوم. معلومة خطئة. الأهلي ما خدش 12 يوم قبل كاس الرابط. الأهلي خد 8 يام فقط. 8 يام فقط أجهزة للأهلي قبل كاس الرابط. المسماني هو اللي جي بعد ما الفريق ابتدى بكم يوم. نضم التدريبات. لكن اللعبة كانت بتجهز بدنياً وتشتغل وبتلعب. وبتتمرن. فأنا مش فاهم ليه. ليه هذا التقطيع المبالغ فيه. المبالغ فيه. انتقد بس ما يبقاش بالأسلوب ده في المسماني. حاجة غريبة يعني. الرجل نجح وماشا الله عليه وربنا يكرمه ويجيب بطولات أكتر وأكتر مع الأهلي بصراحة. الحاجة الثانية دي لقطات طبعاً الحركة مش شايفينها النهاردة من مطار القاهرة والطريق في اتجاهه لأبو ظبي. يعني قبل تحرك الطائرة يعني لتحركت في تمام الساعة رباية عصراً بالزبط. الحاجة الثانية. وياريت بس ارجع لي في الحتة دي أبيو بعد إذنك. هي حتة إيه؟ حتة محمد عبد المنعم وعودته عودته للنادي الأهلي بشكل رسمي. خبر مفرح جداً لنا كأهلوية وخبر كان نبنى انتظره جداً. ولكن تفتكروا أولاً برحلت لكم قد يكون هناك صفقة أو اتنين للأهل. فواحدة هجت الله أعلم فيه تاني ولكن دي الحمد لله انضمت. ومش صفقة أي صفقة ده محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر. في البطولة الأولى أفريقية. إيه بقى اللي غايز البعض. اللي غايزكم. لما يطلع واحد في الإزاعي الصبح. ها يقول لك إزاي فيوتشر يبدي مصرحة الأهلي على مصلحة النادي. يا حبيبي مش كده والله العظيم. انت ألم ده. انت مالك طيب. ما هو دلوقتي واحد لعيف الأهلي. الأهلي طلعه أعهر. ومش هو بس اللي طلع أعهر. احنا مطلعين أكتر لعيب أكتر من لعيب في فيوتشر. ومين قال لك إن فيوتشر ما بصوش مصلحته؟ دول هما برضو كذبوا من الصفقة دي. من صفقة عودة محمد عبد المنع من النادي الأهلي. كذبوا إيه؟ سنة إضافية كريم نيتفيد. لعيب تقيل قوي بتدى يستعيد مستوى. وشوفنا الكلام ده مع فيوتشر. وكذبوا كمان مين؟ مانو. عبد الرحمن مانو. لعيب جامد جدا. وأحد أهم مكاسب كاسر ربطة بالنسبة لنادي الأهلي. فهو فكر في مصلحته ونفكرش. وعلى فكرة الموضوع خد فترة. عبد الما فيوتشر رفقه. واخده مكاسب. فين بقى فين مصلحته؟ ما هو فكره في مصلحتهم برضو. وإنت إيه اللي مضايقك؟ الناس اللي بتتكلم في الحتة دي. إيه مضايقهم؟ يقول لك طب إحنا دلوقتي عايزين عمر كمال. يا حبيب عمر كمال مش مقيد في النادي اللي إنت أصدق عليه. عمر كمال مرتوط بعقت. وما قوف نزمك عمر كمال مرتوط بعقت. ويحق لي بالمناسبة. إنه هو يختار النادي اللي عايز يلعب فيه في حالة موافقة فيوتشر على رحيله. هو فيوتشر بيمتلك اللاعب. فحاجات غريبة بتسمحها. مفروض ناس فهنة في الكرة. بس للأسف كلامهم يقول عكس كده تماما. مش حدي أكثر من كده في الجزئيه دي. ومش هتكلم أكثر من كده. بس في ضغوط كبيرة جدا على موسماني. والناس بتحاول تقول عايزين نشوف بقى موسماني هعمل إيه في كاس العالم. طب برضو عايزين يا جماعة نشوف الظروف اللي بتحيط بموسماني. فحنشوف. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. تعالوا بقى نتكلم عن قائمة الأهلي في كاس العالم. وحقول لكم تفصيلها مهمة جدا في القائمة دي. النهار ده خلاص الأهلي أعلن عن القائمة اللي موجودة بص بقى ركز معي. الموجودة في المعسكر بتاع الأهلي قبل كاس العالم. مش معنى كده إن هي دي كل القائمة الأخيرة أو النهائية اللي حتشارك في كاس العالم. فحقول لحرقكم الأول القائمة. القائمة بتضم 22 لعب. مين هم؟ في حراسة المرمى علي لطفي حمز علاء ومصطفى مخلوف في الدفاع الرمي ربيعة. ياسر إبراهيم محمد هاني كريم فؤاد محمود وحيد أليو ديانج محمد محمود وليد سليمان حسين الشحات طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر أفشا عمار حمدي بير سيتاو محمد أشرف محمد فخري لويس ميكي سوني زياد طارق وحسام حسين دول 22 اللي تم اختيارهم. هل هم دول اللي حيكونوا خلاص بالشكل النهائي مع الأهلي في كاس العالم؟ لا. ليه؟ لأن الأهلي يحق ليه إنه هو يقيد القائمة النهائية الخاصة بيه قبل 48 ساعة من بداية المباراة اللي هي أول مباراة للنادي الأهلي. هتكون إمتى؟ يوم السبت بإذن الله اللي هو يوم خمسة. يعني آخر يوم لك بالنسبة لك تأيد اللعبة إمتى؟ في قائمة كاس العالم يوم الخميس اللي هو يوم ثلاثة قبل 42 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي ومنتري. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. طب هتقول لي موقف علي معلول إيه؟ علي معلول حيسافر النهاردة بالليل يكون موجود في المعسكر. طيب المصابين اللي موجودين في الرحلة دي موجودين ليه؟ عشان يكملوا برامجهم التأهلية والعلاجية الخاصة بالإصابة بتاعتهم. سواء بيرسيتاو، حسام حسن، محمد محمود، يعني الناس اللي موجودين في القائمة دي ومصابين. بالمناسبة بيرسيتاو برام، يعني بيرسيتاو برام. لكن حسام حسن فيه فرص، فيه فرص وحتى لو فرص ضئيلة، بس فيه فرص إنه هو ممكن يلحق بأول مباراة. وده اللي حيكليني أتكلم مع حضراتكم فيه بخصوص، أو ده اللي حيكلين مع حضراتكم فيه بخصوص بعض الأخبار اللي بتخص البحثة. بس أروح لفاصل أول، بعد الفاصل أقول لكم التفاصيل بكل كواليس. هيا اللي. طيب، قلنا لحضراتكم أخبار الأهلي، لكن خلينا أخذ تفاعل حضراتكم كمانا على سؤال حلقة النهاردة والخاص برسالتكم لمنتخبنا الوطني بعد التأهل والصعود لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. فهأخذ تفاعل حضراتكم ونشوف قلتوا إيه؟ ورسالكم إن ابتدي بوليد قال مبروك لمنتخبنا خطوة في طريق اللقبة ثامن أنتم لها والبطولة مصرية إن شاء الله يا رب بإذن الله. خلينا كمان ناخد دعاء وقالت ألف مبروك يا رجالة ربنا أحفظكم وتكمل فرحتنا بنفس الروح والأداء العظيم. ناخد كمان حسين ربيع أبو مطير قال إن شاء الله يرجعوا بالبطولة مش هتيجي إلا بفضل الله بإذن الله واحد أحد. ثم بالروح والعظيمة والتركيز اللي كنا عليه في المطشين الصادقين وإن شاء الله خير بإذن الله خير. خلينا ناخد كمان عصام سيد قال إيه؟ قال أنتم أبطال وكل الشعب يسك فيكم وإن شاء الله ناخد البطولة بالروح والعظيمة والإصرار بالتوفيق إن شاء الله. ناخد كمان آخر حد معنا محمد أحمد جابر قال كنتم رجالا استمروا إن شاء الله الكاس وبرافو كيروش لما كل واحد لعب في مكانه المستوى الحقيقي بتاعنا ظهر. وهي موضوع يا جماعة أصله سهل. يعني كيروش كان واضح أن نواصل دات البطولة واخدها كبرضه جانب تجريبي. وده ما ينفعش لكن لما عد الأمور وأكيد بقى عشان الناس كانت بتنتقد الجهاز المعاون أكيد الجهاز المعاون كان يدور كبير جدا في تصحيح المصار ووضع كل لعب في مكانه بالتشاور طبعا مع مدير الفاني كيروش والله هو أصل مدير فاني كبير. احنا كنا مستغربين من اللي كان بيحصل بس مش أكتر يعني لكن في كل أحوالنا تمنى له أرب كل التوفيق كيروش وجهاز المعاون وبإذن الله رجالتنا الرجالة الجمدة جدا 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 رجالة منتخبنا البطولة إن شاء الله يوم 6 من شهر فبراي. ده كان تفاعل حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.